يميل تشغيص الحالة طبعا حب شاب بالنسبة لأي دكتور متمرس دي موضوع بسيط جدا مش بنحتاج لتحليل ولا أي حاجة لأهو طبعا فيه علامات مرضية بنشوفها بتحدد لها المشكلة دي مشكلة حب شاب طيب حد في حد يعني حيتساعل طبعا حب شاب ممكن أي حد شارع عرفه هو الحقيقة دي حقيقة ممكن أي حد شارع عرفه بس ممكن أي حد شارع عرفه بس ممكن أي حد شارع تلخبط منه مع مجموعة أمراض تانية تشبه جدا حب الشباب زي مرض الإحمرارية خلال فيه مرض بيسيب برضو بيسيب الالتهابات وغير الدهنية بنسميه الالتهابات لغير الدهنية خلاص يشبه جدا حب شباب بس بيسيب مناطق معينة زي الحاجب العلوي زي قصدي الجفن العلوي بيسيب الجفن السفلي عند الجبهة بس فيشبه قوي بود العلاج فيه اختلاف طبعا مرض الإحمرارية مرض منتشر برضو بيبقى شكل الحمرار وحبوب حمرة على الوجه برضو فيتلخبط مع حبي شهاب بس في علامات مرضية بيعحظها الدكتور زي مثلا البصور السودا وعلامات تانية بتأكد لنا ده حبي شهاب وبتالي علاج وعلاج غير أي علاج حاجة تانية تمام